بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازايكم عاملين ايه جولة جديدة في سوق التونس الحضاري جولتنا النهاردة حلوة جدا 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 كتير منكم بيطلبها وميستنيها ومحتاجها ضروري خصوصا ان احنا في فصل الشتاء والحاجات دي بنحتاجها كتير جدا في فصل الشتاء وما بنستعناش عنها النهاردة جولتنا عن السجاد كنتوا طلبتوا مني سجاد مستعمل مفروشات مستعملة سواء كان بقى بطاطين الحفة مفارش ستاير كل الحاجات دي هتشوفوه النهاردة معانا ان شاء الله في الفيديو وهتشوفو حاجات حلوة جدا حاجات اسعارها حلوة وحاجات خامات محترمة زي ما تشافين السجاجيد اللي قدامنا دي بصوا هنفرد وهنشوف السجاجيد ونشوف خاماتها ونشوف شكلها وكمان نعرف اسعارها ايه بصوا السجادة اللي تحت دي تلاتة فاربعة حاجة زي كده كبيرة ما شاء الله دي برضو اتنين في تلاتة تقريبا يعني انا مش هقول لكم المقاسات بالتحديد على فكرة السجادة دي هيلة اللي هتيجي من نصيبه يبختوا بيها بصوا كمان السجادة دي حلوة قوي هنشوف بقى سجاد ومشايات السجادة دي حريرة على فكرة فيه سجاد تركي هتشوفو مشايات هتشوفو كمان ستاير هتشوفو بطاطين مفارش وخصوصا الستار هتلاقوا ستار كتير قوي وتنفع قوي قوي لفاصل الشتاء بالنسبة للستار التقيلة هتشوفوا بقى الحاجات اللي عندنا دي وتشوفوا اسعارها احنا هي فين احنا عند محمد حسن محل رقم ستين الدور الارضي مبنى ألف بصوا السجادتين زي بعض بس المقاس مختلف دي اكبر من التانية بصوا دا شكلها متر فاربعة وسعرها خمسمائة جنيه متر فاربعة تمام كده يبقى احنا عندنا السجادتين شكل بعض هتلاقوا حاجات شغل يدوي كمان الناس اللي بتحب الشغل اليدوي المحل ما شاء الله مليان سجاد بس تدخلوا وقلبوا ودوروا هتلاقوا حاجات حلوة قوي قوي حاجات خماتها كويسة انتم عارفين كمان دي مش اسعار نهائية عشان نبقى متفقين في طبعا فصار وكمان عمل لكم عرض اي حد هياخد سجادتين ليه هدية عند محمد حسن اللي هتاخد سجادتين ليه هدية عند محمد حسن متنسوش اللي هتاخد السجادتين تطالب بهديتها السجادة دي كمان خمسمائة جنيه على فكرة السجاد يعني في حاجات هتلاقوها خماتها حلوة جدا 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 مش محتاجة منك اكتر من غسلة مفيش اكتر من كده طبعا شايفين ملمومي ازاي ومركون واكيد مش مخصول يعني قبل ما يتباع فهتلاقو بس ان هو محتاج غسلة السجادة دي كمان طحفة طحفة يعني من السجاد اللي عجبني قوي ووقفت عنده شوية حلوة جدا السجادة دي بقى الفين جنيه مش عايزة اقول لكو جميلة ازاي حلوة قوي يعني الناس اللي بتحبي بقى الالوان الجميلة دي والشغل الجميل ده دي هيلة 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 شغلها حلوة قوي وجميلة ونضيفة كمان ما فيهاش اي مشكلة خالص تغديها تتغسل بصو حتى الوبرة بتاعتها جميلة والشراشيب بتاعتها كمان حلوة قوي ودي كمان طحفة السجادة دي كمان طحفة كانت برضو من السجاد اللي عجبني جدا وقفت عندها شوية حلوة قوي برضو مش محتاجة اكتر من غسلة كلها يعني لو اتغسلت يبقى انت لسه جايبها جديدة بس مش اكتر من كده وشوية التراب اللي عليها ينزله تبقى زي الفل حلوة قوي قوي هنفرج بقى بقى السجاد يعني انا حاولت على قد ما اقدر طبعا هوريكو كمان المحل قد ايه فيه سجاد حاولت على قد ما اقدر اعرض لكم اللي هو اللي كان موجود على الوش بصراحة يعني لمينا كل اللي كان على الوش كده وعرضته لكم لان السجاد فوق بعضه ومشاء الله كتير ربنا يزيده يبارك يا رب ويرزقهم فيه فقلنا برضو لازم يتفرش قدامكم كده عشان تشوفوا ايه اللي موجود بصوا كمان السجادة دي حلوة قوي برضو وسعرها 500 جنيه تعارفين بقى الشتة لا غنى عن السجاد في كل ركن في الشقة في عندهم هتلاقوا فيه دوسات وفيه مشايات كمان فيه سجاد طويل ينفع يتحط لو انت شقة دوبليكس ولا حاجة تحطيها على السلم او لو انت عندك طرقة طويلة برضو يعني كل الحاجات دي متاحة كل متى تخيليها هتلاقيه ان شاء الله فيه سجاد كمان شفت سجاد مقسوم نصين سجادة مقسومة نصين يعني مقسومة على اتنين اللي حابب الحاجات دي بس طبعا انا مرضيتش اصورها لكم بس اللي حابب الحاجات دي موجودة برضو فيه كمان السجادة دي حلوة برضو بص بقى المشادي جميلة 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 لم تستخدم ما تحطتش على الارض اساسا حلوة جدا 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 دي سعرها 1000 جنيه وبر بتاعتها وشكلها طحفة حلوة جدا بقول لكم دي لم تستخدم يعني انا شفتها وش وظهر لا جديدة جديدة بتهلي ما تفرشتش يعني اعتقد ان ايه ما تفرشتش من شكلها ومن نظفتها مش محتاجة اي حاجة يعني مش محتاجة تغسل ولا حاجة بصوا كمان في على فكرة احنا كنا بنقسها هي طلعت متر في 3 تقريبا حاجة زي كده دي برضو مشاية تانية بصوا جميلة بصراحة عجباني جدا دي بـ 200 جنيه المشاية دي زي ما قلتلكم ما تنسوش ليكوا هدية على كل سجدتين هتغذيهم ليك هدية عليهم ما تنسوش تطلبوا بالهدية بتاعتكم بصوا كمان السجدة دي حلوة قوي سعرها 800 جنيه حلوة جدا بس يمكن الظهر بتاعها الكافر اللي في الظهر ده مش مزبوط شوية فعايز تزبط بس هي السجدة بصراحة جميلة حلوة جدا لو ليكي حل في موضوع الظهر ده يعني يبقى كويس قوي بصوا دي كمان اللي بقولكوا عليها دي تقريبا ستين سنتي في ستة متر بصوا عاملة ازاي دي تنفع لو انت قاعدة في فيلا او في دوبليكس ممكن تحطيها على السلم بصوا كان بيأسهالي هي طلعت ستين في ستة متر بصوا اهو كده خلاص المتر خلص بقى هنكمل وهيطلعوا الحتة اللي بقية دي كانت تقريبا متر ونص فطلعت ستة متر في ستين طبعا وكمان لو عندك بقى طرقة طويلة يبقى دي حلوة جدا لها بصوا ما شاء الله كبيرة قد ايه طبعا هسيب لكم رقم التليفون عشان لو حابين تتواصلوا معاهم في اي وقت يبقى يبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم نيس الجادة برضو يمكن ايه عايزة غسلة جامدة قوي يعني عايزة حد عنده صحة كده ويفضل رايح جاي عليها لحد ما ينظفها ويخليها فلة برضو السجادة دي برضو عايزة غسلة كويسة يعني حاجات كده كانت ماركونة دي سعرها 300 جنيه بس بصراحة شكلها حلو قوي بس عايزة تنظيف محترم في كمان دي قطعة مكت تقريبا ب250 جنيه بس لونها زهي قوي يعني لون ابصوا كان مزغل ازاي معايا في كمان مشاية دي 150 جنيه ما تنسوش هديتكم على كل سجاتين كل سجاتين ليهم هدية هنا السجادة دي وش وضهري بقى بتتفرش على الوش وتتفرش على الظهر هتشوفوها دلوقتي معايا بصوا اهي يعني ما كنت تفرشيها شوي كده وشوي كده ديارتي في سجادك آآ من غير محد ياخد باله برضو فكرتها هايلة وشكلها حلو جدا ونضيفة جدا جدا مفيش فيها اي حاجة سعرها 500 جنيه ده اللون التاني آآ لقينا بقى في مفارش في مفارش لسرار الاطفال زي ما انتم شايفين كده آآ لقينا فيه كارتونتين المفارش فكرتينهم آآ باكياسهم بكل حاجتهم كل الكارتونة من اللي انتم شايفينهم دول فيهم اتنين مفارش آآ بتوع سرار صغيرة تمام ده حاجة هنشوف بقى حاجة تانية انا بس ده بتهايلي هو مفرش واحد او والله ما خدتش بالي او بس التاني ده لقيتهم مفرشين بصوا اتنين هم صغيرين لسرير صغير وزي ما انتم شايفين كده الحاجة جديدة في كارتونتها يعني بالنسبة المفارش كلها هتلاقوها جديدة وانتم عارفين اساسا كمان المفارش مش بتستعمل يعني المفارش العروسة دي استعمالها بيبقى آآ اول اسبوع في الجواز وبعد كده خلاص بيتركنوا ما لهمش اي لازمة تاني فتلاقيهم كده بيطلعوا جداد كأنهم لم يستخدموا بصوا كمان الاكياسة هي موجودة في كمان الابيض لو عايزين الابيض موجود في واحد اهو وفي واحد تاني برضو ابيض موجود في علبته ده بالنسبة للناس اللي عايزة مفارش آآ في بصوا السجاد بقى اهو زي ما انتم شايفين كده كم كبير ما شاء الله يعني هتلاقوا ان شاء الله حاجات حلوة وعندهم سجاد رائع بصراحة في حاجات آآ حلوة جدا 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 جميلة دي سجادة تانية برضو سعرها خمسمائة جنيه طبعا انا كان نفسي اعرض لكم كل السجاد اللي موجود طبعا انت لو اه لو في الحاجات اللي اتعرض قدامك دي فيها آآ كان بقعة كده دي سعرها تلتمائة جنيه طبعا لو في حاجة آآ من اللي انت شفتها دي عجباكي بتاخدلها سكرين وبتوريها لهم بقعة كده آآ بيحاولوا يطلعوهالك وكمان آآ مفيش حاجة عجباتك من اللي احنا عرضناه آآ طبعا في جوه كتير تقدار يتقلبي وتقدار يتطلعي حاجات حلوة كتير احنا كده اخدنا الحاجات اللي على الوش بس آآ مغوطناش يعني فده يعتبر الحاجات اللي كانت آآ قدام ايدينا قريبة من ايدينا بصو دي طبعا الحاجات اللي عليها دي آآ ده قطن كان قطن اللي عليها ده ويعني انتو عارفين السجاد بيتلم بيبقى فيه شوية تراب فيه شوية آآ زبالة يعني كده آآ دي كانت بخمسمائة جنيه كمان السجادة دي حلوة اوي لونها جميل لونها جميل وشكلها ظريف جدا بصو شكلها حلوة اوي يعني اللي هتاخد لها سجادة من دي وهي مروحها كده على البيت روح آآ تعدي على المخسلة وتسيبها لهم ينظفها لها ويزبطها لها وتاخدها على طول على الفرش السجادة دي سعرها الف جنيه بصوا كمان السجادة دي طبعا لو انت بتحب تخسلي سجادك بنفسك طبعا هيبقى احلى واوفر واجمل دي بمية وخمسين جنيه هفكركم تاني بهديتكو اللي هتاخد سجادتين ليها هدية اوعي تنسيها اللي هيشوف الفيديو ما ينساش هديته السجادتين عليهم هدية دي كمان تلتمية جنيه ما تنسوش يا جماعة هديتكو انا عدتلكو الموضوع اكتر من مرة عشان ما تنسوش هديتكم اللي هياخد آآ اكتر من سجادة ليه هدية عند محمد بسو كمان دي شكلها زريف قوي دي سعرها ربعمية جنيه معانا كمان اللي مشاية دي شكلها حلو جدا 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 وخمتها طحفة من الحاجات الطحفة بصراحة انا كمان بحب اللون الازرق ده قوي آآ المشاية دي كمان بمية وخمسين جنيه في كمان السجادة دي لونها جميل السجادة دي فيها شغل يدوي كمان الشراشيب بتاعتها حلوة قوي 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 منظيفة جدا يعني آآ يعني نظفتها شككتني ان هي مش مستخدمة نظفت الشراشيب بتاعتها وسعرها الف جنيه آآ شوفنا كمان عند محمد الاوضة اللي انتو شايفينها دي مش اوضة يعني هو الدولاب وسرير الدولاب وسرير باربع تلاف جنيه زي ما انتو شايفين كده الدولاب ما شاء الله كبير آآ وشايفين هو جزئين ومعاه السرير اللي انتو شايفينه ده وسعره اربع تلاف جنيه آآ دخلنا بقى على المراتب آآ محمد عنده ما شاء الله كم مراتب آآ عايزة مراتب آآ موجودة. عايزة المراتب آآ القطن موجودة. كل الحاجة دي بصوا تكملة السجات بقى. مخدات كمان. يعني هتشوفوا بقى بصوا ما شاء الله ما شاء الله. آآ المراتب قدامكم اهي. الاسعار بتاعتها بتبدأ من اول خمسمية جنيه لحد الفين جنيه. طبعا المرات الاسعار دي على حسب مقاس المرتبة. يعني هي اصغر مرتبة بخمسمية جنيه. تمام? اعلى حاجة عندهم الفين جنيه. تمام كده? بصوا انا بجيب لكم النوع بتاع المرتبة دي تاكي. يعني هتلاقوا حاجات حلوة جدا برندات حلوة. اهي المراتب من خمسمية لحد الفين جنيه. عنده كم ما شاء الله كبير. آآ بصوا بقى كم البطاطين دي البطاطين دي الناس اللي هي بتحب مسلا آآ تطلعها آآ لحد آآ يعني ممكن تاخدي من هنا وتطلعي لو الحاجات حالتها كويسة وحالتها نضيفة. انت عايزة تجيبي كمية كبيرة ممكن تاخدي من هنا هيبقى سعرها اقل شوية عليك وهتجيبي كمان اكتر. الناس اللي هي بتحب آآ تطلعها لله ممكن تاخديها من هنا وتطلعيها. انا بشوف ناس آآ مثلا عايزة تتصدق مثلا بكراسي متحركة بتاخد من الكراسي المتحركة اللي هناك وتطلعها. هي طبعا بتبقى حالتها حلوة جدا مفاش اي مشاكل. فممكن تاخدي من هناك والاسعار هتبقى اقل واحلب كتير. آآ وهتجيبي كمية اكبر. يعني لو انت عاملة ميزانية معينة هتجيبي آآ يعني اكتر من اللي انت عايزة لان هناك الاسعار بتبقى اقل آآ من الجديد. طبعا الاسعار دي مش نهائية زي ما احنا متفقين. الاسعار دي مش نهائية وكمان ليه كهدية على كل سجدتين. هتغضوهم. بصوا الستاير دي تحفة. تقيلة ما شاء الله جميلة. آآ على فكرة انا كده وريتكم آآ ستارتين شكل بعض. يعني فيه ستاير كتير شكل بعض. بصوا الحافي البيبي ده احنا طلعنا بقى فوق الاكوم اللي انتم شايفينه ده. وبنحاول على قد ما نقدر آآ نعرض لكم آآ يعني اللي هنقدر عليه. بصوا هنا آآ الكبرتات. طبعا انا مش عايزة اطول عليكو عشان بتزهقوش. فعلى قد ما اقدر بسرعة بسرعة كده هنشوف الحاجات اللي موجودة. اللي انتم شايفينه ده السعر فيه بيبدأ من اول خمسين جنيه. يعني آآ في حاجات هتلاقوا اسعارها يعني هتلاقوا اقل حاجة عندهم خمسين جنيه. وانتم طلعين بقى. طبعا على حسب حالة الحاجة اللي انتم بتاخدوها. وما شاء الله يعني اللي انا شفته الحاجات اللي شفتها قدامي كلها حالتها كويس. كمان اللي حافي الفايبر ده تحفة تحفة تحفة. مبروك على هتاخدوه. حلوة قوي. وما شاء الله حالته كويسة جدا. كل الحاجات دي يعني آآ معظمها اولا انا شفته قدامي آآ يضوبك بس هيتغسل ويستخدم على طول. طبعا بتخسليه وتعقميه وتزبطيه وتستخدميه على طول. آآ في الستاير اللي انتم شايفينها دي برضو لونها حلوة قوي الستارة دي. ما شاء الله ستاير كتير وعلى فكرة الستاير دي مش هتلاقوا منها قطعة واحدة. يعني نفس اللون ده هتلاقوا منه قز قطعة. كمان اللي حاف ده حلو قوي. برضو حالته نظيفة جدا زي ما انتم شايفين. بصوا الستاير. عمالين نطلع في ستاير. آآ ممكن تاخدي تلاتة على بعض اربعة على بعض. آآ على حسب بقى اللي انت عايزاه. ممكن تاخدي قطعة واحدة فيش مشكلة بيبقوا كلهم شكل بعض. بصوا كمان بطاطين. الاسعار هنا يا جماعة بتبدأ من اول خمسين جنيه. بصوا ستاير تاني. طبعا انتم عارفين ان بكرة السوق آآ بكرة الجمعة. آآ انا يعني على قد ما اقدر كده زبطت لكم الفيديو بسرعة بسرعة عشان ترحقوا تشوفوه. عشان الناس اللي بتنزل يوم الجمعة لو في اي حاجة عجباكم بتنزلوا بتشوفوها. خصونا السجاد آآ لو في حاجة عجباكم بتاخدونها سكرين وبتوريها لهم هما بيعرضها لكم. آآ بيطلعوها لكم. بصوا كمان دي ستاير. السجاد يا جماعة اول ستاير اول للحيفة اللي انتم شفتوها اول مفارش اي حاجة. آآ انتم عايزينها بتاخدونها سكرين وبتوروها لمحمد وهو بيطلعها لكم ان شاء الله. وما تنسوش الهدي بتاعتكم. بصوا اللي قولت لكم كم مرة. انا بقى تكملة المراتب. فيه كمان مراتب قطن. يعني اللي حبة المراتب القطن. مش عايز المراتب فيه كمان مراتب قطن. آآ سعرها تلتمية وربعمية. تلتمية جيني وربعمية جيني طبعا على حسب المقاس بتاعها. تمام كده? وكمان للحيفة اللي اه لو تفتكروا للحيفة اللي احنا كنا بنجدها مع المراتب القطن. موجودة برضو هتشوفوها في نهاية الفيديو. كده الفيديو بتاعنا خلص في محل محمد حسن. يارب تكون الجولة عجبتكم. وتكون المعارضات كمان عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم. لايك وشير للفيديو. لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. واشوفكم في جولة جديدة. باي باي. مستني رأيكم في الكمنتات. باي باي.